طلبت روسيا من القوات الأوكرانية التي تقاتل في ماريو بول إلقاء السلاح صباح اليوم ولكن لم تر التقارير بعد عن أي نشاط بعد ساعات من سريان الإنذار النهائي في الميناء الستراتيجي بجنوب شرق البلاد ودوت سفرات الإنذار في أنحاء البلاد في وقت مبكر فجرا وذكر تقرير صباحي من الجيش الأوكراني أن الضربات الجوية الروسية على ماريو بول استمرت بينما كانت هناك عمليات هجومية بالقرب من الميناء وذكرت وسائل إعلام محلية أن انفجارا وقع في العاصمة كييف لكن نائب رئيس بلدية المدينة قال أنه لم تكن هناك انفجارات وأن أنظمة الدفاع الجوي حالت دون وقوع هجمات روسية وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها طهرت المنطقة الحضرية في ماريو بول وبقيت وحدة صغيرة فقط من المقاتلين الأوكرانيين في مصانع للصلب وقال الرئيس الأوكراني فلولودومير زيلنسكي أن الوضع صعب جدا في هذه المدينة وقال جنودنا محاصرون والجرح محاصرون وهناك أزمة إنسانية ومع ذلك هم الرجال يدافعون عن أنفسهم اشتركوا في القناة